أكد محافظ شمال سيناء محمد عبدالفاضي الشوشة أن سباق الهجن الذي جرى بمشاركة 350 جمل من مختلف الأعمار شهد نجاحا كبيرا خلال فعاليات السباق وأضاف شوشة أنه تم توظيف كافة الإمكانيات بالمحافظة لنجاح المهرجان الذي توقف لمدة 14 عاما عادت لمدينة العريش على ساحل البحر المتوسط بشمال سيناء مجددا أمجاد سباقات الهجن عقب توقف استمر 14 عاما فعاليات رياضية وترفيهية جاءت بعد إطلاق إشارة استئناف السباقات بمهرجان تنشيطي أقيم على ميدان مدمار نادي الهجن الرياضي المصري بمنطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش في ختم فعالية اللي احنا كلنا مشتقين لها من 14 سنة وتنجح بهذا النجاح ده ما بيثبتش حاجة إلا أن الناس متشوقة إلى مثل هذه الأحداث أو الأنشطة الرياضية احنا عملنا هذا الاحتفال وإن شاء الله في احتفالات العيد القومي لمحافظة شمال سيناء إن شاء الله حنعمل تاني هذه الاحتفالية وإن شاء الله تكون الميدان تجهز بصورة أفضل من دي رغم أنه هو تبذل فيه مجود كبير إلا أن هناك بعض الملاحظات لازم حتضغطها وإن شاء الله في 25 إبريل يكون احتفال كبير إن شاء الله تم عادة رفع كفاءة المدمار ورفع كفاءة جميع النادي والاستعداد للبطولة واشترك في البطولة 360 جمل من جميع القبائل العربية وبنشكرهم على مشاركتهم بالنسبة للهجن طبعاً أننا الزكور بسمها قعدان قعدان ونياج هي التي تدخل السباق من لغاية خمس سنوات لها طبعاً كل سن له سن يجري فيها أو مسافة يجري بها فعندنا مثلاً الحوار والقعود والمطروحة والمفروضة والحجة والليجية كل سن من السن طبعاً هذه أسماء الجمال من أول من يتولد لغاية خمس سنوات له مسافة يجري فيها تنافست في السباق 360 من الهجن العربية الأصيلة التي حضر بها ملاكها من محافظات سيناء والقنا والواد الجديد والشرقية وتصابقت في 30 شوطاً وخصصت للفائزين فيها جوائز مالية بلغ إجمالها مليون جنيه كل السباقات دي سباقات نشاطات بالنسبة للهجن كل قبيلة بتخوض هذا بيجيب الجمال أو الحاجة اللي يقدر يفوز بها كمان هو مش جمل حوالي انت شايف الناس اللي هنا موجودين عددهم حوالي يمكن يعدي 700 ألف ودي كانت انفرادة كمان بالنسبة للقبل القبل كل واحد بيخوض بالستة طول السنة طول السنة وهو برب فيها عشان المسابقة دي اللي أنا شايفة النهاردة رسالة للعالم كله أن أرض الفيروس بدأت تأخذ الطريق الصح للتنمية احنا مفتقدين هذا المهرجان هذه الرئيس الأرداد اللي عادت النهاردة على أيدي الأبناء فاحنا مفتقدينه من 2008 ما تمش أي سباقات على أرض سيناء مهرجان سباق الهجن يعد عرصا رياضيا واجتماعيا كبيرا يعكس حالة الأمن والاستقرار التي أصبحت عليها مدينة العريش بصفة خاصة وشمال سيناء بصفة عامة وبداية لعودة إقامة الفعاليات والمناسبات المختلفة في ختام فعاليات مهرجان الهجن المصري الذي أقيم بمدينة العريش وبعد النجاح الكبير الذي حققه ننقل لكم من هنا رسالة أمن وأمان وإعلان عن عودة الحياة لطبيعتها مرة أخرى في مدينة العريش أحمد الحسيني التلفزيون المصري